نتحول إلى الشأن اليمني حيث تدور مواجهة عنيفة بين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من جهة والمقاومة الشعبية من جهة أخرى شرقية مدينة تعز وغربيها وهو ما أدى إلى سقوط قتل وجرح من الطرفين قال شهود عيان الحوثيين يواصلون قصفهم العشوائي للأحياء السكنية في المدينة ما أسفر عن مقتل عشرين شخصا وإصابة آخرين بجروح كما قتل خمسة أشخاص ووصيب آخرون كانوا على متن حافلة ركاب جراء لغم زرعه الحوثيون في منطقة صعبات في تعز أيضا